اشتركوا في القناة قوية مباراة مليئة بالندية والحماس بين نجوم الفريقين بين مدربين عملاقين كارلو أنشلوتي وبيب كورديولا لكن أكاد أجزم مشاهدين الكرام لم يتوقع أحد من جباهين الفريقين أو أحد من عشاق الساحرة المستديرة من محبي دور أطار أوروبا السيناريو الهيتشكوكي الذي شهدناه لم يتوقع أحد بهذا الشكل أن يتأهل الريال مادريد بهذه الريمونطادة في آخر أنفاس اللقاء حينما يكونون هزما بهدف والكل ربما أو غالبية المشاجعين غالبية أشاق الساحرة المستديرة يقولون أن السيتي سيواجه ليفربول في النهائي إلى أن يظهر البديل رودريغو بهدفين في الدقيقتين يعني سيناريو لم يتوقع أشد المتفائلين من جماهير ريال مادريد وأشد المتشائمين من جماهير السيتي لكن هذا ما حدث والجميع استمتع بمباراة مميزة بين الفريقين الريال ماذا عسانا أن نقول عن الريال الريال هو الريال ريال مادريد هكذا عود الجميع هكذا ريال مادريد دائما مفاجآته لا تنتهي أنا لا أجامل من أنا حتى أجامل أو أحابي ريال مادريد بل ألقابه تتحدث عنه إنجازات هذا الفريق العملاق مالك دوري أبطال فلنقول كي لا نطيل الفيديو لأنه لا يكون هذا الفيديو طويلا في وصف مدحي ريال مادريد نقول أن ريال مادريد فقط هو مالك دوري أبطال أوروبا 13 لقبا والفريق الثاني في ترتيب الأنديا التي توجت بلقب دوري أبطال أوروبا هو الميران العملاق الإيطالي كم توجه بك؟ بسبعة ألقاب يعني هذا الفريق المهوي البيناء وربما قد يتضاعف يصبح 14 لقب مقابل سبعة ألقاب لصاحب المركز الثاني إذن ريال مادريد في كفة وباقي أندية أوروبا مع احترامنا لجميع أندية أوروبا في كفة أخرى هذا هو الريال شئنا أم أبينا لكن بالعودة لمجرأة المباراة كانت هناك أمور وأشياء وجزئيات ينبغي الوقوف عندها مشاهدين الكرام هي التي أدت إلى ما شاهدنا إليه أدت إلى هذه النتيجة وتأهل الريال إذا تحدثنا عن الشوط الأول السيتي وماشر سيتي ولاعبوا ماشر سيتي كانوا الأقوى على أرضية الميدان خلقوا العديد من فرص التسجيل لكن استضموا بحارس عملاق البلجيكي كورتوا وقف صدا منعا أو سدا منعا عفوا وصد جميع المحاولة جميع الكرات التي كانت في الطريق إلى مرمى النادي الملكي لذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل السربي في شوط لم يظهر فيه الريال بذلك الوجه المميز الذي عهدناه عليه لكن في الشوط الثاني وخاصة مع بداية الشوط الثاني وكانت هناك كرة كاد أن يفتح فيها فينيسيو جينيور الهدف هنا لحظة الجميع تغيرا في تحول الأداء الدفاعي والهجوم بالأخص لريال مادريد ربما أن ليس ربما بل أكيد أن كارلو أنشلوت غير أشياء كثيرة في أرضية الميدان وتمكن من التغلب بكل صراحة تفوق على بيبو غارديولا في الشوط الثاني وإن كان بيبو غارديولا إلى حدود تسجيل الهدف كان يملك زمام المباطر يملك زمام الأمور بين يديه ونقف عند هدف النجم الجزائري نجمنا العربي الجزائري المحروب رياض محرز هدف مميز هدف غاية في الروعة هدف كاد يجعل الستي يتأهل لنهائي لولا بعض الأخطاء التي نقولها ولا نحن لن لا يمكن من أنا حتى أقول أن غارديولا أخطاء لكن هذا ما قالهم محللوا كرة القدم أغلب محلل فنيين لكرة القدم بعد نهاية المباراة قالوا أن إخراج كيفين دي برويني وأنا أشاطرهم الرأي قبل تسجيل الهدف وإن كان غوندوغان قدم أداءا جيدا في الربع الساعة التي دخل فيها في نهاية الشوط الثاني لكن إخراج دي برويني النجم الأول ونجم المميز ونجم لديه ثقل في الفريق إخراجه حتى وإن لم يكن في يومه المعهود ويومه المعتاد وفي أدائه الذي عهدنا عليه لكن كان على كورديولا أن يترايف قليلا قبل إخراج دي برويني خاصة أن المباراة قد تذهب إلى أشواطي الإضافية أشواطي الإضافين هذا ما حدث ربما تسجيل الهدف الهدف رياض محرز جعل كورديولا يقول أو يعتقد أنه اقترب من حسب التأهل وهنا ارتكب الخطأ الثاني بإخراج النجم الجزائري رياض محرز يا أخي حينما تخرج دي برويني ورياض محرز ماذا بقي للسيتي في قوته الضارب الهجومية الضاربة صحيح بيرناندو سيلفا قد مباراة قوية لكن أنت عطلت غالبية قوة السيتي بإخراجك لهذين النجمين لذلك جاء كارلو أشروتي وفي حرب التغييرات والتبديلات فأدخل الشاب رودريغو وفي الدقيقة التسعين كما شهد الجميع سجل هدف التعادل بعد أغسست من النجمة المميز الملقب بالحكومة كاريم بنزيمة الرياض العادة في المباراة سجل هدف التعادل قبل أن يسجل الهدف الثاني دقيقة بعد ذلك أي في دقيقتين قلب الريال كل شيء قلب كل شيء وحقق الريمونطادة بعد حينما بدأ الشوط الإضافي الأول الجميع لاحظ أن الريال دخل بحمس كبير جدا دخل لعب الريال أنا قلتها حينما كنت شاهد المباراة أن لعب الريال يلعب كل لعب من الريال مادريد يلعب بأربعة أقدام ليس بقدمين فقط وما تحقق النجم المميز الهدف المرشح الأول لتتويج بالكرة الذهبية هذا العام كريم بنزيمة تمكن من استياد ركلة جزاء إن صح التعبير وسجلها وسجلها هدف الثالث وهدف التأهل في مباراة تصدر فيها الريال جميع العناوين قتالة لعب الريال وحنكة المدرب كارلو أنشلوتي في مقابل الثقة الزائدة ربما للمدرب الفيلسوف بيبو كورديولا بإخراجه لنجمين كبيرين من الطراز أو من العيارة الثقيل إذن هذه الجزئيات خاصة في تغييرات المدربين كارلو أنشلوتي كسب أو فاز على كورديولا في التغييرات في حرب التغييرات حرب التبديلات كارلو أنشلوتي تمكن حتى بعدما أخرج كريم بنزيمة وأعوضه بسيبايوس تمكن سيبايوس قدم أداء جيدا في وسط الميدان وتمكن من صد من مساعدة الدفاع لذلك كان أنشلوتي متفوقا وإنجميس حتى بنقول كعبه كان عاليا على كورديولا في مغارة الليلة الريال إلى النهائي لمواجهة ليفربول ورفق النجم المصري الفرعون محمد صلاح نهائي كبير جدا في ملعب ساندوني بباري عاصمة فرنسا جميع الأنظار ستتجه إلى هذه المباراة الستي كان قريبا جدا من التأهل لكن لم يتمكن من التأهل النهائي لديه ربما فرصة لتتويج بلقب البريمير ليغ الآن الريال لديه فرصة لتتويج بلقب دور الأوطار بعدما حسب حسب لقب الليغة صحيح أن الريال اليوم تصدر العنوين وسيتصدرها اليوم وغدا وربما طيلة الأسبوع بهذه الرمونطادة التاريخية نبارك لجمهير الريال هذا التأهل المميز وهذا التأهل الجميل ونقول حظا أو فرا للمعشاق ونتمنى أن نشاهد مباراة قوية في النهائي ومباراة جميلة بين العملاقين بين ريال مادريد والليفيربول وهذا كل ما لدينا محبي قناة بورفيديو نلقاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة